بعد تحقيقه الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بدأ الرئيس المنتخب للبلاد جو بايدن التحضير لعملية نقل السلطة إلى الإدارة الجديدة بايدن أعلن أن هذه العملية انطلقت وستستمر رغم رفض إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب التعاون في هذا الأمر عمليات نقل السلطة بدأت على قدم وصاق وعدم اعتراف الإدارة بالفشل لن يغير شيئا عدم استعدادهم الاعتراف بفوزنا في هذه المرحلة ليس له تأثير كبير في تخطيطنا ولا على ما يمكن القيام به من الآن وحتى العشرين من يناير من بين الترتيبات الجديدة التي يقوم بها فريق بايدن إجراء الرئيس المنتخب اتصالات مع عدة قادة دوليين بايدن أكد أن إدارته ستنجح في استعادة الاحترام الذي كانت أمريكا تتمتع به سابقا بداية أعلمتهم أن الولايات المتحدة عادت إلى اللعبة أمريكا ليست وحدها حتى الآن اتحت لفرصة التحدث مع ستة من قادة العالم وكان الحديث معهم مفعم بالحماسة والإيجابية إلى الآن لم يعترف دونالد ترامب بالهزيمة في الرئاسية أمام جو بايدن وبدأ حملة طعون قضائية في عدة ولايات متهما الديمقراطيين بسرقة الانتخابات وحتى الآن لم يتم تصديق على نتائج كل ولاية على حدة وما تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في بعض الولايات ولن يتم إقرار النتيجة إلا بعد اجتماع المجمع الانتخابي في الرابع عشر من تجمبر المقبل